مرحبا بكم مشاهدينا كل أسبوع كيكون حدث طوب وآخر فلوب في هذه الحلقة الحدث الإيجابي اللي اختارينا نتكلم عليه هو عملية مرحبا 2022 بفضل تعبئة كبيرة على مستوى الموانئ والمطارات ومختلف بنيات الاستقبال انطلقت عملية العبور مرحبا 2022 بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا في ظروف جيدة وميناء طنجة المتوسط بما أنه البوابة الأولى لمغاربة العالم صوب أرض الوطن كان في الموعد واستقبل منذ الأحد الماضي أعداد كبيرة من هذه الفئة من المواطنين المغاربة أيضا المطارات عرفات تعبئة كبيرة جدا وحسب تصريحات وزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجاليل فسيتم تأمين 1664 رحلة أسبوعية بعد الترخيص 140 شركة نقل جوية لتأمين هذه الرحلات ثلاثة منها شركات مغربية عملية العبور مرحبا 2022 جسدات خلال الأيام التي انطلقت فيها أنها تشكل نموذج فريد للتنصيق بين المغرب وإسبانيا كما سبق أنصرح به وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا وأيضا أكدت العملية التي تعد من أضخم عمليات العبور عبر العالم توقعات اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية بأنها سترقى المستوى ممتاز أما الفلوف فهو قرار الجزائر تعليق صداقتها مع إسبانيا بسبب دعم مغربية الصحراء الجزائر علنات بحر الأسبوع عبر وكالة أنباءها الرسمية تعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحصل الجوار والتعاون المبرمة مع إسبانيا منذ أكتوبر 2000 وجوج هذا القرار الأحادي جرى انتقادات لا دعا على مسؤولي الجزائر وأتار ردود فعل غاضبة خصوصا داخل إسبانيا ووزير الخارجية الإسباني خسيمانوير الباريس صرح بأن بلاده كتدرس رد حازم وهادئ في الوقت ذاته على الجزائر قرار أحادي مش هو الأول من نوعه بل سبق أن قرروا حكام قصر المرادية في غشط الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قرار أحادي أكد أكاديميون ومحللون سياسيون وخبراء أنه يكشف بلدبلوماسية الجزائر في الحضيد وفي عزلة في وقت تعرف العلاقات الدولية نقلة نوعية تتسم بتعزيز وتقوية الشراكات حلقة ننتهت شكرا على المتابعة وإلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر